نادي الزمالك كان عنده الاولوية ان هو يبقى الشكل احسن لعبها طبعا كاسماء وكانتك في الملعب احسن من الشرطة الكيني بس انا شاف ان جوميس شوية ماتش ده بالذات عنده بعض الاخطاء كبداية ماتش انك بتلعب لازم يبقى عندك مرونة اخطاطية في الملعب انت عندك مشكلة في الباكليفت ما بواسط دوني اجيبش حتى من نص الملعب وادو باكرايت واجيب الكابتن اعمار جاب الباكليفت لا لا سب اعمار في مكانه اللي بيقد فيه وممكن احط تلاتة في نص اه في الديفنس زناري وداري على حسن عب مجيد في القلب يبقى لبره بدل ما هو في مشاكل في المكان ده وبجنبه اه المسلوسي وحط عاطف لفت عادي ما فيش مشكلة وقال لحد من نص الملعب ناصر اطلعه اه يبقى تغييرة اه ان كانوا التفاصيل فين بالنسبة لشكل الزمالك طبيعي انت جاي من فترة توقف واللعبة كانت مجهدة وفي ناس كتير مجهدين طبعا ما عندكش التدعمات اللي هي الكافية اللي دخلت نوع ده ما فيش هو لا لعب جديد لا انا باتكلم على الفترة النهاردة انا قصدي يعني ما فيش لا نهاردة كانت نهوم عمدوش الحلول بس عنده عبدالله سعيد وناصر مهر دول اول مرة في في افريقيا تماما قبل كده كان اما ما يلعبوش شوية كان هو ولا سيف ولا ولا ناصر بس انا شايف هو شوية عمل شكل الزمالك كده انت جاي من فترة انتقالية دلوقت انت خلصت الدوري فبتخش على مرحلة جديدة بتحاول ان الناس تستوعب شوية الفكر الموضوع البدني النواي ما بين ده والحاجة الخططية او الفنية المهرية في الماتش كانت صعبة يعني ممكن شوية في الكرة الحادثة كانت انت عايزل نحية البدنية على حاجة نحية البدنية والبص صغر وبالده من تحته عندك روح انا شفت الزمالك مفيش بدني محترامي مفيش حد زي ما الكابتن تامر قال عبدالله السعيد هو الواحد اللي ملتزم ليا عبدالله عنده منتل عنده عقل وانت تلمى نفسيا مرتاح حتى تقدي مع البدني هو بيعرف حفظ على نفسه اخد اجازة بدري في لعبة بتاخد اجازة سلبية خلص طوات في البيت فحيح هو ملعبش اخر مرشاط في الدوري اخد بدري بس هو بتاعه والمرحلة انت قليلا انه يعد نفسه عنده الزكاء فهو عنده المغزون ان هو يقدي وشكله كويس في كل مكان عبدالله السعيد من اول ما جيناد الزمالك هو كويس الزمالك شكله كويس بلعب عبدالله في كل بوزيشن حطيته لعب ستة او تمانية بتحكم في رتم الماتش وانت بتبدأ من تحت في الجزء الدفاعي عبدالله على كل كرة لازم اقل حاجة يلمس له تلات تلات لمسات في الاستحواز اللعب بيتحرك مفتاح كبير من بدري بس الناس شايفة كابتن عبدالله في تسجيل او تسجيل ان هو يحرز اهداف او يعمل اهداف انما بتاعه معنادي الزمالك من ساعت ما جاء هو كله المتطلبات منه ان هو ينجح المنظومة انك تبقى من تحت الحد يقول لك كابتن صلاح يعني احنا في بداية موسم اه وطبيعي يعني المستوى بيرتافع حتى كالتصريح كابتن احمد مجدي ان احنا في بداية موسم وان مع الوقت احنا عارفين فيه اخطاء ومع الوقت المستوى هيروح للافضل اه طبيعي نقول لك احنا بلعب خارج الارض رجبة عالية اه كسبنا المباراة وان في بعض المطشط دي اه تكسبها لكن جمهور الزمالك يقول لك انا مش مش متطمن لشكل الفرق عشان السوبر الافريقي يعني مش متطمن مش حد يعني بصراحة يعني يعني ولا بيرامز ولا الاهلي ولا الزمالك بالذات يعني طبعا المصري كمان ان شاء الله يعني خايفين على الفرق دي في دور الاتين وتلاتين شايفين ان الوصول للدور الستاشر مش صعب يعني اه لكن لكن خايفين على المستوى طبيعي ان الجمهور الزمالكي لا بس هو اللي مش طبيعي يبقى في خلل في المنظومة من ناحية التدريبية بالنسبة للمدرب في الفترة اللي هم ما اخدوها التوقف ده ان تسع لعيبة وحشين يعني النهاردة تسع لعيبة وحشين بما فيه متغيرات كله 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 ما احترامي كله مفيش غير كابتن عبدالله والمسلوسي الى حد ما ومصطفى شلبي في الجزء الخطط ان هو بيرجع يدافع ده ده عملها كويس غير كده ما فيش حد ما احترامي فده كله يقلق يقلق الجمهور بس انت طبيعي في ماتشاة كابتن زي انت بتقول اه بتلعب على اجري مع احترامي الرطوبة يعني ماشي الاهلي وزمالك ده ده وافع مختلفة اه اه لا لما لوح سابات تانية خالص زمانتك بتقول اه اه انتكلمت حالتك ان ده بتقول الرطوبة وكينيا والعوامل دي كلها تقصر بس اه البطل ايفن لو هو لعب الكرة اللي مش بتمتع جمهورنا وبالداء جمهورنا طبيعي يكسب يعدي يحاول يعد المنطقة احسن ما تبقى متعادل او تعمل نتيجة سلبية يبقى ده وده يتبقى مش كوي صبت طيب